الرئيس هو في أنجولا طبعا عمل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأنجولي بعدها بقى فيه جلسة مباحثات أكثر اتساعا بحضور وفود البلدين المباحثات تطرقت لتطورات بؤر النزاعات المختلفة في القارة الإفريقية وبالتحديد المشكلة أو الأزمة السودانية سبل التضافر بتاعة جهود البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وطبعا قضية سد النهضة الإثيوبي وتم التأكيد على أهمية التوصل للاتفاق القانوني الملزم العادل بشأن ملء وتشغيل السد في ختم المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على مذكرتين للتفاهم في مجالين المجال الأمني والاستفادة من المياه الجوفية خلال المؤتمر الصحفي المشترك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال اللجنة الاستثمارية اللي موجودة في البلدين وأشار إلى الخبرة الوسعة للشركات المصرية خصوصا في مشاريع البنية الأساسية